في السابع عشر من سبتمبر 2014 بدأت الميليشيات الحوثية اجتياح صنعاء دون مقاومة تذكر من معسكرات الجيش إلا من مقاومة محدودة في مقر الفرقة الأولى مدرع سرعان ما سقطت بيد الميليشيات وبينما كانت المحافظات اليمنية وقياداتها الرسمية والاجتماعية تستعد للتسليم للإمام الجديد كانت مأرب تستدعي تاريخ سبأ والتبابعة والجمهورية احتشدت مأرب في مطارح السحيل ونخلة وجبل صلب والمناطق المجاورة لصنعاء وأعلنت رفضها القاطع لاستيطرة الحوثية على اليمن في المطارح تصالحت القبائل واتفقت الأحزاب السياسية في حالة نادرة من الوفاق في اليمن وشكلت الكتائب وتوزعت الأدوار وحارست مجد سبأ بنت المطارح في مأرب سدا مني عن قسد مأرب في وجه المشروع الإمامي بنسخته الحوثية وعرقلت تحركات الحوثية وقاومته أشهر طويلة حتى تكللت جهودها بالنصر أواخر العام 2015 لم تتحول المطارح والمقاومة الشعبية هناك إلى ميليشيات تبحث عن استحقاقات النصر بل اندمجت في إطار الجيش والأمن وكثير منهم ترك السلاح وعاد لوضعه الطبيعي اتخذت القيادة العسكرية للدولة بعد انطلاق عصفة الحزم من مأرب مقرا لقيادة العمليات العسكرية بحماية رجال المطارح واحتمى مئات الآلاف من اليمنيين في المدينة الصغيرة بمساحتها الكبيرة بمطارحها التي هزمت الإمامة أكثر من مرة كان آخرها إخماد تمرج الخلايا الحوثية المتخفية في مأرب القديمة